طبعا السياقة حكمت تأخر الوثيقة لهذا الوقت المرتبط بحداث عرفة المغرب زلزل الجانوب وكذلك حداث السابع من كتاب الحرب على غزة إذا متابعين الكرام هذا ليستماعتم إليه يتكلم قبل قليل هذا ما يسمى بين قوسين بمسؤول العلاقات الخارجية في جماعات العدل الإحسان في المغرب قال لك سيدي بأن الزلزال اللي كان في المغرب كان في جنوب المغرب كان في جنوب المغرب أي أنهم كيعتبروا بأن مراكج والحوز هي جنوب المغرب والتحت ما كينواله أي أنهم كيعترفوش بالأقاليم الجنوبية المغربية أي أنهم كيعترفوش بالصحراء المغربية هدو عايشين بيننا ولطالما حذرنا منهم ولطالما قلنا على أنهم خدامي لأجندة أجنبية وهذه المسألة كانت واضحة جدا حتى في بعض الأمور البسيطة مباراة في كرة القدم المنتخب المغربي ضد جنوب إفريقيا شفنا البعض منهم كيخرجوا كيشجعوا جنوب إفريقيا وكيقول لك المغرب مطبعوا بالتالي غدين شجعوا جنوب إفريقيا ضد المغرب على أساس أن الجنوب إفريقيا لا يوجد استفالة الإسرائيل ولا يوجد علاقة ديبلوماسية مع إسرائيل البارح خرجوك يحتفلوا بالتأهول الأردن إلى النهائي الكأس آسيا وكأن الأردن لا يوجد علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل لكن دعونا في هذه المسألة لأن هذه المسألة خطيرة جدا هذا التصريح ديال هاد خونا هذا اللي كتسمى رئيس ولا مسؤول على العلاقة الخارجية ديال جماعة العدو الإحسان كيقول لك بأن الزلزال كل في جنوب المغرب أي أنهم ما كعترفوش بالصحراء المغربية كيقول لك صافي لحدود ديال المغرب كين هنا الجنوب ديال المغرب هو هذا ما كين صحراء ما بعده صافي ماشي ديالنا وهنا في كتشوف يعني كيف حاولوا يمروا المغالطات وكيف حاولوا يمروا أفكار دنيئة خطيرة ضد المغرب هذا فيما كانت شيئا جاء من بره كتلقاهم مجمعين عليها كتلقاهم كيناصروها كتلقاهم فيما يتعلق بالبلاد ديالنا مع عمرك ما تشوفهم كيناصروا شيء قادية من قضايانا لا على المستوى الديبلوماسي متنون الله ضد نظام حاضرات الجزائيل أفعال الدنيئة والشنيعة لكي يحاولون نظام حاضرات الجزائيل ضد المغرب وضد المغاربة بل أكثر من ذلك منك اعترفوه مغربية صحراء أصلا وبالنسبة إليهم الجنوب ديال المغرب هو مراكش الحوز شيء حاجة لتحسن ما كينش أراكم ما تشوفوا الخريطة بطبيعة الحال الأمر واضحة بلا من نحن عارفين خريطة المغرب كيف يجب لكن هذا السقطة الخطيرة هذا الذي تسمى مسؤول جماعة العدو الإحسان خس المحاسبة خس المحاسبة لأن هذي الناس بينين بالواضح أنهم خدامين لأجندات أجنبية مستعدين يديروا أي شيء من أجل الضرب في المغرب والضرب في الوحدة الترابية ديال المغرب مع أمرك ما قد تشوفوا الجماعة العدو الإحسان كتدفع على مغربية صحراء ولا علاش قضية من قضايا المغرب مستحيل مستحيل لكن في أول فرصة إصلاقهم إلى مغرب مستحيل برحص مشانبية الجنوب ديى مغرب يقول لك أن الزلزل كان في الجنوب ديال المغرب ليس بالوسط ديال المغرب لا في الجنوب ديال المغرب اليوم أناي لأنه المغرب لم يدامه صحراء لأنه ليس قليم جانوبيا حسب Obrigios هذا يقول لكم مسؤولة العلاقات الخارجية في جماعات العدو الإحسن طبيعة الحال نحن دائما ما كنا نحذر دائما ما كنا نسكن دير فيديوهات على هذه المخلوقات باش نفضح العقل يا كيفاش كيفكروا مستعدين أنهم يديروا أي شيء ضد بلادهم من أجل أموال طبيعة الحال كيف يخرج المغرب بطبيع وجنوب إفريقيا مقاومة جنوب إفريقيا مقاومة لديه علخص مع إسرائيل وزمار الحال مع إسرائيل مقاومة المغرب لديه مكتب اتصال ما زال يومينا هذا ما لديه إستفارات مع إسرائيل رجعوها تطبيع ومعرفت كذا نفس الأشخاص لماذا رجعوا المنتخب الجنوب إفريقيا دائما المغرب تحتفلوا بالفوز منتخب الأردن لأن الأردن مطبع لماذا لم يخرجوا وقالوا أن الأردن مطبع ومعرفت كذلك لا تشجعوها لا تنظروا شيء ضد المغرب ستجدون أنهم مستاصيون لأنهم يناصروا بلادهم لأن هذا بكل ما تحمل كلمة من المعنى خوانة خوانة وأكثر من هذه التصريحات التي تسمى مسؤول على علاقة الخارجية في جماعة العدل الإحسان لا تحتفلوا حتى في مغربية الصحراء وعيشون معنا وبيننا ويتنفسون معنا لا أعجبكم في المغرب لماذا يعيشون معنا لا تستعدكم أنكم تدافعوا على المغربية لماذا يعيشون معنا لماذا يعيشون معنا انهم معنا إنهم لا تستعدكم من وجود المقبرة وإنهمهم معنا عجبهم وإذا كانوا من أفريقية فقد Punk سأخذهم هنا وعطونهم بتصيقار ليسوا مع المغرب أو بتصيقار مذهلة أصبح في الحوز لا يوجد شيء آخر صافي ماذا يعيشون لا أعرف أن تقرير المصير والبوليزاريوت القوم مستسيوني مع البوليزاريوت فكل شيء واضح من سبينا الكرام الهدف من هذا الفيديو هو أنكم تعاووا الهدف هو التوعية التوعية المغاربة من خطورة هؤلاء لأن الذين يتقبيهم الذين يسمع تلك الهضر العاطفي الذين يتكلمون بها والخطاب الديني وما إلى ذلك يمشي معهم وما عرفش الخطورة لهذه القوم وما عرفش الخطورة لهذه الناس أنهم يحردوا مغاربة ضد بلدهم ضد واحد سي ترابهم بل يتخندقون مع الأداء في أول فرصة لهم يتخندقون مع الأداء ضد بلدهم وما عجبكوش المغرب عتونا بالتقار بلا صدع الراس وبلا تخربيق عتونا بالتقار عنش عايشين معانا فاتشلك المنتبين الكرام بلما نزل نطوله في هذه المسائل طريح واضح أراكم السورة إليه أراكم في الفيديو القادم من ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طبعا السياقات حكمت تأخر الوثيقة لهذا الوقت المرتبطة بحداث عارفة المغرب كالزلزل الجانوب زلزل الجانوب زلزل الجانوب وكذلك أحداث السابع من كتاب الحرب على غزة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر